أشهدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف بدعم الحكومة الأردنية لبرنامج التعلم في بيئة آمنة والذي يهدف إلى إنهاء العنف اللفظي والجسدي ضد الأطفال داخل المدارس وخارجها وأشار البيان إلى حصول الأردن على المرتبة الثانية عالمياً في هذا المجال ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير نعيمي إن الوزارة تتفانى في خلق بيئة تعليمية آمنة وداعمة في جميع مدارس المملكة كما تسعى إلى توفير بيئة مراعية للفوارق الاجتماعية بين الأطفال لغاية تعزيز السلوكيات الإيجابية وحماية صحة التلاميذ البدنية والعقلية